طيب أنا خبر ما قلتوش النهاردة في الحلقة في الزحمة دي كلها النهاردة ليفربول خسر نقطتين في منتهى الأهمية في سباقه على لقب الدولة الإنجليزية عادة اليوم مع توتنهام هدف لي سون لتوتنهام ودياز تعادل ليفربول ولكن نتيجة للأسف بالنسبة ليفربول اللي هو بنشجعه اللي بنحب عشان محمد صلاح يعني بيضعف موقفه شوية في المنافسة على لقب الدولة الإنجليزية وحنا بنتكلم فاضل ثلاث مباريات قبل نهاية الدولة الإنجليزية الآن ليفربول يتساوى في النقاط مع منشستر سيتي ولكن منشستر سيتي لها مباراة غدا مع نيوكاسل لو فاز بيها هيفرق عن ليفربول بثلاث نقاط رأيك يا مرؤون من الأول لما الفرق بقى نقطة واحدة أو يعني كان فوق تعادل الواحد لمنشستر سيتي يركب ليفربول على الدوري أنا فاكر اتكلمنا كتير وقلنا أن جدول ليفربول المتوقي أصعب بكتير من جدول منشستر سيتي مركز الرابع أو التوفور عشان يلعب شامبينز ليج عنده كينو سون دايما أو رق سبتة وربحة في البريمير ليج ليفربول ينفس في كل البطولات ينفس على الشامبينز ليج وينفس على البريمير ليج وكمان عنده نهاية إيكاس قدام شيلسي فكان طبيعي أنه سيقع في ماتش أعتقد أن في النهاية ليفربول عاد من بعيد المنافسة بقت صعبة لأنه أنت بحتاج دلوقتي السيتي يخسر ماتش وتستنع على فرق الأهداف بريمير ليج يتحسر بفرق الأهداف أو يخسر ماتش ويتعادل ماتش إذا كان فرق الأهداف للسيتي فأعتقد أن الدوري أصبح أقرب بكثير للجوارد يورلا للأسف يعني ومانشستر سيتي لكن في النهاية العمل وصلاح بفوزه بأفضل لاعب في البريمير ليج ووصوله الفاينل شامبينز ليج ويعني هو هيكون واحد من يا إما الفائز بالبالندور يا إما رقم اثنين مش عارف الحزبة بتاعت ساديو ماني الجديدة دي أنا متعارف نزلت إمتى يعني ماثن أفضل لعب في ليفر بول أفضل لعب في الـ واحد من أفضل لعب في أوروبا في فكر ساديو ماني دي كجديدة علي هحضرت PE السلام أفريقيا أفت pulled in with م من وأنك ذلك إن الساديو ماني حتي Ignact مش أفضل لعب في الفريق في ليفر بول فعlords و أفضل لعب كابالندور و يعني صعبة بالنسبة لي شوي صلاح آه رب كتير السيتي خسر مباراة خسر مباراة الأمور تبقى الليفربول جيدة وإن كان فارق الأهداف كمان قل جدا يعني كان فارق هدف تقريبا بستيوي ليفربول بس خسارة مباراة كما هيبقى فارق الأهداف لصالح ليفربول لو مشت الأمور طبعية يعني فلسه ورضو الأمال ممكنة طبعا دلما فيه ثلاث مباراة وفيه فارق نظري ممكن يتم تضييقه أو حسمه صالح ليفربول فيه أمان لكن هي كانت المحطة الأصعب والتشالنج الأكبر بالنسبة لكلوب فيه مثل مباراة ططنم المباراة دي كنا بنتكلم عليها كلنا إن المباراة ططنم هي المحطة الأصعب في سكته أنه هو يأخذ اللي كان فيه بعيد جدا وكان الصطبي بعيد جدا يسبب فارق كبير فتتوية للمجهود اللي desenvolv Simone فكانت دي المواجهة الأصعب وكانت خاصة أن مع كونتي عشان كني احنا قلنا أنه هي المواجهة الأصعب بيقدم أداء مختلف ومغير تماماً عن طوط نعم في النص الأول من البريمير ليج خاصة بعد ما أجاب كولوسافيسكي وفوجود سون وهاركي طيب قبل ما أخش على أهلي مش شايف أن السيتي ممكن يتأثر معنوياً بعد الخسارة الكبيرة الصعبة جداً وارد وارد أن هم يتأثروا خاصة من ثلاث مباريات مش هنقول أن فيهم فريق ممكن يفوز على السيتي لكن كل شيء في البريمير ليج جاء وارد النهاردة اليونيتد بتغلب بأربعة طبعاً شتان الفرق ما بين الفرقتين أو الحالتين لكن كل شيء في البريمير ليج جاء وارد خاصة أن فيه ثلاث أربعة فرق بتنفس تحت على المقعدين المقعد المتبقي خاصة بعد ذلك أمم أن أنا أول ما جيب سيتي ترامة ديد أحمروني ابتسم عارف أنت تلقائياً مش قصدي بس هو لازم ابتسم تلقائياً